أو النواب دول ما عملوش كده هيبقوا يعني محل انتقاد من الجماعات اللي بتسندهم إلى أخره بالزبط لكن هذا لا يمنع أنه الاتحاد الأوروبي أيضا في مجموعات أخرى من الأحزاب قد لا تكون الأغلبية ولكن تمثيل قوي بتنظر للكثير من الأمور حتى اللي أشار إليها بيان البرلمان الأوروبي أو قرار البرلمان نفس نظرة مصر يعني متعاطفين جدا مع جهود مصر في مكافحة الإرهاب واخدين مواقف متشددة من طيار الإسلام السياسي والأسلمة وإلى آخره فيعني اللي عايز أقوله أنه لا ده يعني مجرد قرار بلا أسنان لو بصينا على محتوى نجده غير متوازن متحيز ايديولوجي بينظر لقضايا الحقوق الإنسان من المفهوم الليبرالي التقليدي اللي هو بيبص على الحقوق السياسية والمدنية وحتى لما اتكلم عن هذا المجال أغفل مثلا حقوق المرأة اللي مصحعت فيها إنجاز كبير جدا هو بص بزاوية واحدة بعين واحدة بالضبط وحتى حقوق المواطنة وحقوق الأقباط أغفلها تماما بالإضافة كان فيه طبعا بعض الأخطاء زي موضوع أنه حالة الطوارئ متزال موجودة إلى آخره كويس الأخطاء دي تبين أنه الأسانيات بتاعتهم غير منطقية يعني وغياب المعلومة اللي هم مش عايزين يوصلي أو معلومة بسيطة يعني مثالة لو عملتي سارش على الإنفرنت وصلي حتى دي هما ما عملوا هكذا بالضبط ومش مصر فقط هي اللي تعرضت منهم لديه لا ما هي دي برضو وإحنا بنبص على دور البرلمان الأوروبي يعني الناس دي عايزة أقول إيه فاضية لهذا الموضوع فهتلاقي بينتقد الصين وبينتقد روسيا وممكن ينتقد مملكة العربية السعودية وممكن ينتقد دول أوروبية أخرى ودول في أمريكا اللاتينية إلى آخره لأن زي ما بقول ده توجه أيديولوجي ومرتبط النواب دول مرتبطين بمصالح معين مصالح شخصي مصالح لا هو كنائب فبيبقى فيه جماعة حقوق إنسان بتدي له الدعم بتدي له أصوات بتعبق له في الانتخابات إلى آخره هي مصلحته أنه يستمر كعضو في البرلمان أو بتبقى فكرة أيدولوجية عنده شايف أنه موضوع الحقوق السياسية يجب أن يكون لها الأولى لكن أنا شايف الحقيقة يعني البرلمان المصري ومصر رد أحسنت من المهم إن إحنا نرد يعني الحاجات دي لابد إن إحنا نرد ما ينفعش نتجاوزنا لا ينفع بس نحطها برضو في إطارها في حجمها وبدون المبلغة ويريتوا لو إحنا بنرد يعني نبقى بنرد برضو البيان يترجم إلى لغات مختلفة يرسل يعني لا يوجه بس للداخل ولكن يوجه للخير الحاجة الأخرى إن إحنا زي ما بنهتم باللي بينتقدنا وبنرد عليه يجب أن نهتم أيضا بمن يتفهم وجهة نظرنا أصدقائنا في البرلمان الأوروبي ويجب أن نتواصل معهم ونتعاون معهم إلى آخر الحاجة الأخرى لابد إن إحنا نستمر في الخط اللي الدولة أعلنته في مجال حول إنسان صحيح في حاجة اسمها استراتيجية حول إنسان عشان نحن مش عشانهم بزاق إحنا عندنا خطة إلى آخره لابد إن إحنا نستمر فيها وأيضا لابد إنه أعتقد يبقى فيه بيانات دورية عن التقدم اللي بيحصل في مجال حول إنسان في مصر ممكن تطلعوا الدولة ممكن تطلعوا المجلس القامل حول إنسان ممكن أحد منظمات بس لابد من متابعة بشكل شهري بشكل دوري ومترجمة بلغات أجنبية وترسل بقى للبرلمان للسفارات للدول المختلفة فعلا يعني إحنا محتاجين ما نهملش ما يبقاش خطبنا خطب داخلي لازم يبقى التعامل مع أصحاب الشأن مش خطب داخلي فقط قبلت المناخ أي فان زيارات اللي حصلت الحضور اللي حصلت في تقديرك إيه المكاسب اللي مصر حققتها؟ يعني أنا الحياة من المحظوظين اللي شاركوا أو حضرت جزء من الفعاليات والحياة كنت مبهور مبهور بالتنظيم الدقيق جدا السريع جدا في الحركة من مجموعة شباب مصريين حياة يبهروا شكلا وموضوعا وتمكنا من اللغات المختلفة قدرة مصر على استيعاب هذا العدد الضخم اللي ربما أكتر من خمسين ألف مشارك من أعلى مستوى قادة دول على رأسهم رئيس أكبر دولة الولايات المتحدة المجتمع المدني العالمي جماعات رجال الأعمال إلى آخره فتنظيم الحقيقة كان رائع ممكن حاجات تفها كده حصلت في يوم مش عارف القهوة قلت السندوتشات مش عارف إيه لكن تم تجاوزها لكن كان تنظيم الحقيقة على أعلى مستوى ومحترف جدا من لحظة ما الواحد بينزل في مطار شرم الشيخ لو بنتكلم على المضمون أنا أعتقد فيه إنجازين كبار حصلوا وواحد منهم الحقيقة بفضل مصر الإنجاز الأول أن مصر من اليوم الأول وضعت موضوع تعويضات أو يبقى فيه صندوق تعويضات للدول النامية المتضررة من نتائج التغيرات المناخية الدول اللي عندها فيضانات أو تصحر إلى آخره الدول المتقدمة الحقيقة كانت رفض هذا الموضوع لأنه كانه نوع من المحاكمة ومنوع من المسؤولين الحساب الحساب لكن الحقيقة يعني مصر نجحت مش بس نتحطه على الأجندة ولكن البيان الختامي وافق على إن ده يتم تنفيزه فلا؟ شكرا لكم شكرا